مرحبا وكيف الحال ما في أفضل من الأضافر عشان تكشف عن المشاكل الموجودة في تغذيتك وحتى في جسمك فبكل اختصار لما تشوف أنت علامات وتغير في لون الأضافر ووجود تكسر في الأضافر ليونة أو زيادة في هشاشة الأضافر كلها بتدل على مشاكل موجودة في تغذيتك في جسمك أو في أكلك كل بساطة ما في أكثر من أضافر تخصصية في علاماتها اللي بتبين نقص الفيتامينات وخصوصا الفيتامين بيبيد على العموم فممكن بعض الأعراض تدل على نقص الفيتامين بي 12 بعض الأعراض بنقص الحديد فبتدل على نقص المعادن زي الحديد والزنك والكالسيوم أما بعض الأعراض التانية فبتدل على أمراض موجودة في الغدة في الكبد في الكلة أو لا سمحرة السرطانات في بعض الأعراض عشان هيك منزل ضروري أنك تعرف إيش صحة أضافرك كيف تعرف إنه أضافرك كويسة وإيش هي العلامات المش طبيعي تشوفها في أضافرك بالأصل تكون أضافرك لونها وردي ويكون فيها أنصاف القمر أتليست موجودة في الأصبعين الكبار عدم وجود أنصاف الأقمار بدل المتقين عند بعض الأشخاص أنه عنده سكري فضروري إنك تنتبه لصحة أضافرك في حلقتنا اليوم رح نحكي على العموم بعشر علامات على أضافرك ممكن تظهر وإيش دلالاتها التغذوية والصحية في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات أنت من أي نوع من الأضافر عندك وإيش هذه العلامات على إيش بالدل وهل عندك أعراض تانية ذكرناها في الحلقة كل هذا وأكتر قل لي أي أصبع من أصابعك في أنصاف القمر أنا شخصية موجودة في أصبعين الكبار موجود نصف القمر أكيد في بداية حلقتنا جيب فنجان قهوة ورقة وقلم خلينا نسجل كل التفاصيل أول هذه الأعراض هي تكسر الأضافر غالبا أكثر اللي بعانوا من تكسر الأضافر هم الناس اللي بعيشوا في أمناطق المجاعة أو السيدات السيدات عادة هم الأكثر عرضة لتكسر الأضافر ومعاء بنعموا تساقط الشعر بكل بساطة لأنه الدورتها الشهرية بتفقدها كمية منيحة من الحديد شهريا فهي بحاجة لضعف استهلاك الرجل من الحديد يعني معناته لازم تاكل لحمة ضعف استهلاكي أنا وأنا بسحب باللحوم فهدول السيدات بكون عندهم عادة اللي ما بيأكل اللحوم كفاية بصير عندهم نقص في البروتين نقص البروتين عادة مرتبط في تكسر الأضافر وتساقط الشعر مش بس هيك اللحوم نفسه بطبيعتها بتحتوي على البيوتين وبتحتوي على الفوليت وإذا صار عندك نقص في الفوليت بصير عندك تكسر الأضافر إذا صار عندك نقص بالبيوتين ممكن أنك بتستخدمي البيض النية يعني بتستخدمي ميوناز كتير مع كل أكلك فنقص البيوتين بيكسر لك أضافرك أضف إلى ذلك قد يكون الأهم منهم كلهم نقص الحديد فإذا أنت عندك فقر دم وتكسر أضافر فتكسر أضافر مرتبط ارتباط وثيق في نقص الحديد أضف إلى ذلك كمان حتى ممكن تعرفي إذا السبب هو نقص الحديد ممكن تلاقي فيه خطوط عمودية يعني بتبطول الأضافر بنصها ويكونوا خطين أو خط واحد في نص الأضفر تعرفي جزما أنه سبب تكسر الأضافر عندك هو نقص الحديد العرض الثاني أو العلامة الثانية أو المشكلة الثانية بتواجه أضافرك هي لين الأضافر الأضافر عندك عم بكون ناعم يعني مش ناعم عفوا طري كتير يعني أنت عمالك بتحاول تتنيبتني معاكي ما بكسر هذا بكون عادة علامة على نقص الكالسيوم أو أنت بتحبي دائما تحطي إيديكي في المي بعد السباحة بصير الأضافر طريين بس إذا أنت ما عمالك بتصبحي 24 ساعة في اليوم فاليونة أضافرك نقص للكالسيوم وهذا مشكلة لأنه إذا عندك نقص في الكالسيوم بين أضافرك شو عم بصير في عظامك ممكن يكون بسبب اللي بوجود في الأضافر ممكن يكون سببه مش الكالسيوم ممكن يكون نقص الفيتامين دال لأنه اللي بيدخل الكالسيوم جوه الأضافر والإعظام هو الفيتامين دال في بعض الحالات النادرة ممكن يكون التهاب الغدتين الغدت للإجارات الدرقية أو نقص إفرازهم بيأدي لنقص الكالسيوم عندك في الإعظام والأضافر وببين في لين الأضافر أما النقاط اللي بتطلع على الأضافر كثير عند الأطفال واللي بيحبوا يستهلكوا السكريات والحلويات الأطفالك إذا استهلكوا كثير سكريات وحلويات بتلاقي دائما على أضافرهم عبارة عن نقاط بيضة متفرقة بتطلع على الأضافر بتكون نقاط صغيرة في كثير من يفكرونها نقص كالسيوم بيعطوه حليب مسكين لكن المشكلة هي فعليا هي نقص زنك ليش عند هذا الطفل أو عنده السيدة نقص بالزنك ممكن يكون لأكتر من سبب عند الأطفال واضح أو عند اللي بيحبوا يأكلوا سكريات واضح لأنه الزنك بيستنزف يتم استنزافه لما بتاكل حلويات كثير عند كبار السن بكل بساطة ممكن انخفاض حمضية المعدة معناته ما عم بيستفيد من بروتينات والمعادن ما عم بيقدر يمتصل للحديد ولا حتى الزنك فبكون علامات هذه نتيجة لانخفاض حمضية المعدة ممكن أنت عم تاخدي سبليمنت حديد بك بجرعات عالية وعم تاخديها دائما مع أوقات الطعام فارتفاع استهلاكك للحديد حيؤدي لنقص الزنك عندك عمر الأطفال لما يكبر بده تست أشهر ليطول كامل فمعناته أنت إذا النقطة هذه في نص الأطفال معناته أنت أكلت سكريات قبل ثلاث أشهر يعني ماكل الكيكة كاملة من أولها لآخرها هلأ إذا بدنا نروح من النقاط اللي بتكون الخطوط البيضة يعني نفس هذه النقطة خليها خط أفقي أبيض كبير بنعرف أنه عندك وقتها نقص كالسيوم إذا كانت هذه الخطوط الأفقية صارت سميكة كتير بكون نقص في النياسين اللي هو فيتامين بي ثري إذا بدنا نروح لاختفاء أنصاف القمر يعني أنت أضافرك ولا أطفال من أضافرك موجود فيه نصف القمر اللي بيكون فيه قاعدة الأطفال فوقتها ممكن نفكر أنه ممكن يكون عندك مشكلة بالسكري أو مقاومة الإنسولين في بعض الأحيان مشاكل في عدلة القلب طبعا أنا على الصعيد الشخصي عندي نصف القمر موجود بس بإصابع إيدي الكبار والحمد لله أكيد لدي لا سكري ولا مقاومة الإنسولين تشيك أضافرك أكيد أما إذا بدنا نحكي عن تقعر الأضافر فإذا كانت الأضافر مقعرة لأعلى يعني زي الملعقة فمعظم الأحيان بتكون عند الناس مشكلة في نقص الحديد لأنه نقص الحديد ممكن يعمل تقعر الأعلى في الأضافر بس هو مش بس السبب الوحيد ممكن يكون مشاكل في الكبد في مشكلة بتأدي لاستقلاب الحديد داخل الكبد زيادة امتصاصه ممكن يكون مشكلة إليها علاقة بأمراض القلب نادر حدوثها ممكن يكون في مشكلة في زيادة إفراز الغدة الدرقية واللي بتكون عادتنا مرتبطة إنك ما بتنام بالإضافة إنه ممكن يكون بعض الأمراض الوراثية زي الذئب الحمرة ومرض نادر جدا اسمه لهو مرض رينو هلأ إذا كان التقعر لأسفل والعياذ بالله هذا مرض عن جد خطير لأنه 90% من الناس اللي عندهم تقعر لأسفل هدول بكون ما لا سمح الله ممكن يكون عندهم سرطان بالرئة وعشان هيك هذا نادر جدا شغلة تانية ممكن يكون التقعر لأسفل مرتبط بأمراض قلب أو كبد أو حتى أمراض في الأمعاء والمعدة يعني بكل بساطة التقعر لأسفل مباشرة بتزول الطبيب أما الأظافر بدي أحكي عنها هلأ هي الأظافر اللي بتميز الأشخاص اللي عملوا تحويل مسار أو تكميم المعدة قصة المعدة بيأخذوا مضادات اللي هي الحموضة اللي عندهم ارتداد مريئي يعني اللي عندهم الهضم ولا إلو دخل لما أنت عمالك بتعمل إعاقة في جهازك الهضمي كل بساطة بتبطل تقدر تمتص الحديد لأنه ما عندك أحماط في المعدة لأنك ما عندك أحماط في المعدة بس مش بس إنه ما رح تمتص الحديد ولا حتى تقدر تصنع وتمتص الفيتامين B12 وهذه العملية من التدمير لجهاز الهضمي حتأدي لأنك غدتك تهبط كل هدول الأعراض التلاتة بيكون دائما مرتبط فيهم خطوط طولية عمودية على الأظافر خطوط طولية عمودية على الأظافر عادة بتدل على نقص الفيتامين B12 وإذا كان اللون على رمادي بتعرف أنه فعلا هو نقص الفيتامين B12 خصوصا إذا عندك ارتداد مريئي إذا كان عندك زيادة في الوزن وتحس ما عندك طاقة ونشاط وفي عندك خطوط بتعرف أنها غدة درقية أما إذا كان خطين بالنص أو خط بالنص فهو نقص حديد أما إذا كانت الخطوط عامة أو أفقية يعني بعرض الأصبع أو بعرض الأظفر هذا بدل على عادة أنه الشخص هذا عنده مشكلة في السكري مقامة الإنسولين أو أنه عنده مشكلة في الغد الدرقية برضو غبوط في الغد الدرقية في بعض الأحيان إذا كان الشخص صار له زمان عنده سكري وبلش يعاني من مشاكل في احتباس السوائل الخطوط الأفقية بدل أنه في مشكلة في الكلة فارروح أفحص الكرية تانيا روح لطبيب الكلة أما المظهر التاسع لليوم اللي هو تعرج الأظافر بالطول عادة هي مرتبطة في نقص البيوتين فإذا عندك نقص بيوتين بشكل عام فممكن يكون فيه عندك تكسر بالأظافر ممكن حتى أظافرك يصير ينمى أو يضافرك ينمى عليها فطريات ويكون فيه تغير في اللون حتى نقاط بيضة مميزة وكبيرة مع تغير في لون الأطفر بالإضافة للتعرج زيادة السماكة في مناطق ومناطق يعني هذا المقصود في التعرج بالإضافة أن هذه الأظافة تتكسر بسرعة طبعا مين بيصير عنده عادة النقص في البيوتين الأشخاص اللي بيستهلكوا الميونيز بكثرة أو البيض الني بكثرة يعني إذا أنت بتروح على الجمع وعم تضرب البيض الني بعد التمرين غير أنه ممكن لا سمح الله يصير لك سلمونيلا بيصير عندك نقص حاد في البيوتين في الجسم لأنه البيض الني فيه أنزيم بمنع امتصاص البيوتين إذا بدنا ننتقل للعرض اللي هو الأخير لليوم العاشر عن لون الأظافر الصحي لون الأظافر الصحي لازم يكون وردي يكون مبين عليه فرش لما يتغير اللون بدن أنه فيه مشكلة إذا تحول للون الأبيض زك ما فيه أي شي غير اللون الأبيض هذا بدن أنه ممكن نقص فيتامين بي ون بينما لو صار على لون أحمر من الأعلى من فوق هيك وبقيته أبيض برضو بي تولف إذا كان لون الأطفر تحول للجري للرمادي بي تولف إذا لون الأطفر تحول للون الأصفر هذه وقتها مشكلة ممكن تدل على مشاكل في الكبد وتراكم صفراء المرارة داخل الدورة الدموية زيادة البلاروبل اللي هو نتيجة تكسير الحديد معناته فيه مشاكل عم بتكون في الكبد أو عم فيه عملية تكسير الحديد في الجسم بالإضافة لبعض الأمراض المرتبطة في الجهاز اللي مفاوه واحتباس السوائل و الريموتويد بنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات كيف بتوصف صحة أضافرك وبالتالي صحة جسمك إيش من هذه الأعراض موجودة عندك وبالله يقولولي وين الأنصاف القمر عندكم لأنه دائما دائما موجود بالتعليقات أنه أنا ما عندي أنصاف اطلعوا على أنصاف القمر موجودة في أضافركم الكبيرة جماعة السكر يقولولي عندكم أنصاف وهلو عندكم أفقي أو لا اللي هي الرجز هاي الخطوط الأفقية بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنطمني القناة وتكمس على شارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل مختر عبالي فكرة مفيدة إلك أكيد بدعوكم تتضموا العالم الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستنج بانت وتقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات تويتر وتك توك وأكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة في التعليقات موجودة في صندوق الوصف وبالنهاية إذا بدك تعرف معلومات إضافية عن فوائد الليمون وخلط تفاح اللي برفع من عملية الهضم بزيد من استفادتك من المغذيات فما بصد في عندك مشكلة بالأضافة احضر الحلقة اللي هون وبشوفكم في الحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي اشتركوا في القناة